أول أمر نشاهده اليوم في مجتمعاتنا يعارض به التسليم للنص موضوع العقل فتجد أول ما تحدثه يقولك أخي أنا ما اقتنعت أنا ما فهمت ما هو ما فهم لا هو ما اقتنع عبارة ما فهمت وهو يريد من القياد غير ما فهمت لأنه ما دخل مخه وليس راضي تقبله وهذه له صور عديدة منها موضوع أنه كثير من الناس شعر أو لم يشعر يقدم العقل على النقل يعني ما يمكن يستوعب بالنص ولا ينقادله ولا يؤمن به ولا يعمل به إلا إذا دخل مخه ولذلك تشاهدون المعتزلة فرى لهم أفراخ اليوم مدرسة العقلانية اليوم الحداثة التنويريين من أبرز مؤاصرهم حتى من أبناء المسلمين من يصلي الصلوات الخمس من تجده بعبارة المجتمع اليوم محافظ تجد عنده هذه اللوثة ما ينقادل النص ولا يقبله ويسلمه وينقادله إلا لما يدخل عقله ويتقبله يستوعب استيعاب كامل وهذا شؤم خطير وأحد صوره أنه عنده قضية أنه لازم يقدم عقله على النقل في فهمه وينقياد له الصورة الثانية من صور معارضة العقل لتسليم للنص الشرعي استقلال العقل أي نص لازم يفهمه بعقله ما يفهمه بأقوال الصحابة ولا يفهمه بأقوال أهل العلم لازم هو يفهم هذا النص حتى ينقادله لماذا؟ لأنه يرى في عقله أنه مستقل بفهم النص وهذه مصيبة عظيمة الأمر الثالث الاعتماد على العقل وإنكار ما كان خارجاً عن الحس يقول لك لا تقنعني إلا بالشيء المحسوس أي شيء محسوس أنا أؤمن إياك مدام في نص يشهد له إذا في نص يشهد لأمر غيبي لا يمكن أن أصدقه ولو ورد فيه النص ولذلك تشاهدون بين فترة أو أخرى إنكار موضوع إنكار عذاب القبر الدندلة حول هذا الموضوع لماذا؟ لأنه ليس مستوعب أو بين عبارة أخرى أدق ليس قد شعر أو حس بموضوع عذاب القبر فهما يتصور أن هناك عذاب للقبر فهؤلاء الأفراخ المعتزلة اليوم العقلانيين يمكر بعض المسلمات بدعوة عدم وجود الحس لها تشاهدون بفترة أو أخرى تذاع والوقت قريب بثيرة هذه المواضيع أيضاً من انحرافات بالعقل عن التسليم النص الشرعي التقليد المذمو والله عرفنا هذا الموضوع من شيباننا حن ربينا على هذا الأمر تشاهد مثلاً توجهي لسنة شاي بيصلي بياك تقول والله جاي تعلمني أنت أنا ما عرفناها توك تبلغنا فيها وجوده واعتقاد أن من سبقه قد فهم الدين وعمل بكل أحكامه فإذا أتيت بجديد يردك لأنه مقلد هذا أحد صور تقديم العقل على التسليم النص إذا استبال لك سنة في الصلاة فعلها حتى لو ما كنت أعلمها الأمر الخامس من معارضة العقل القول بنسبية الحقيقة يقول بالنسبة لك هذا حق لكن بالنسبة لي أنا ما أشوفها صح تقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل يقول طيب أنت بالنسبة لك تشوفها تشاهدون هذه العبارة في حديثنا بالنسبة لك النسبية لا توجد إذا وجد النص الصحيح عن النبي ولا جاء في القرآن الأمر وأنا أحب أني أختصر حتى ما نطيل تضييق الاستدلال بالسنة النبوية من أوجه الانحراف بالعقل عن التسليم النص وجدنا اليوم تضييقا لدائرة السنة يمكن التسليم للآية نوعا ما قليل اللي عارض فيها لكن المعارضة في دائرة السنة اليوم كبيرة جدا ومنهم من ينكر السنة جملة وتفصيلة وهؤلاء ما يسمون بالقرآنيين اليوم يقول لك لا تقول لي أي حكم في الشريعة إلا بوجود نص من القرآن بعضهم ما يجرع على هذا الكفر البواح يقول لك لكن الحديث إذا كان متواتر أنا أقبله أما إذا كان آحاد وهو الذي لم يبلغ درجة التواتر أوه مثلا شخص عن شخص عن شخص هذا أنا لا تلزمني فيه ووجدنا اليوم من كبار القادة من دندن حول هذه القضية أنه لا يؤخذ بالأحكام ولا تلزم المجتمعات إلا بالموتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب كثير من الأحكام الشريعة جاءت عن طريق آحاد وأفراد رووها يقول لك لا تلزمني فيها هذا صورة من صور تضييق دائرة السنة من صور تضييق دائرة السنة أنه إذا قلت للحديث يقول لك هذا صحيح ولا ضعيف فإذا وجد ضعفا له أو أحدا منهم ضعفا رده ولو كان أحدا من العلماء قد سلم به تجد بعضهم قد يكون الحديث ضعيف لكنه يؤخذ به ويعمل في فضائل الأعمال فلا يرضى أن يعمل به لوجود ضعف ولو شيء يسير ترى هذا الصورة من صور رد السنة وتقديم العقل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر